اشتركوا في القناة اينا من مشاركة وفد الشعب البرلمانية في اعمال المؤتمر البرلماني التاسع للبرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة هنوي بفيتنام وبحضور ما يقارب 300 برلماني شاب من مختلف دول العالم تم التركيز على دور الشباب في تسريع تحقيق اهداف تنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار حيث يعد هذا المؤتمر بمثابة فرصة فريدة للقادة الشباب والبرلمانيين من جميع انحاء العالم للالتقاء ومنقشة الدور المهم للشباب في تسريع تحقيق اهداف تنمية المستدامة بما ان هدفنا هو تعزيز النهوض بهداف تنمية المستدامة من خلال قوة التحول الرقمي والابتكار وموائمة اعمالنا مع القيم الثقافية والانسانية يركز هذا المؤتمر على ثلاثة مواضيع رئيسية التحول الرقمي والابتكار والشركات الناشئة هذا يتماشى مع سياسات البحرين في توظيف التقنيات الرقمية والاستفادة منها لتمكين الشباب من المساهمة بشكل اوسع في تحقيق اهداف تنمية المستدامة ومن الضروري تعزيز الاحترام التنوع الثقافي والشمول لان هذه العناصر ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة خلال هذا التجمع البرلماني تم تبادل القوانين والسياسات والممارسات الابداعية التي اثبتت نجاحها في جميع انحاء العالم وتم استضافة متحدثين ملهمين وجلسات حاطة فنية تطرقت الى افضل الممارسات اللازمة تمكنهم من الاستفادة منها في بلدانهم نعم من هانوي بفيتنام سعادة النائب حسن ابراهيم حسن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر